شهد سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة وعدد من رؤساء الاتحادات والهيئات والمؤسسات وتبع سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة خلال زيارته فعاليات وبرامج البطولة مبديا سموه إعجابه بالمستويات الفنية العالية التي أبرزها اللاعبون واللعبات مؤكدا أن المشاركة الواسعة التي حظيت بها البطولة تعكس المستوى الذي وصلت إليه مسابقاته اللياقة البدنية في البحرين باعتبارها المكان المناسب لانطلاق العديد من الفعاليات المتميزة على مستوى الشرق الأوسط وأشار سموه إلى أهمية تنظيم مثل هذه الفعاليات والعمل على تشجيع المواطنين والمقيمين على أرض المملكة لممارسة الرياضات الخاصة باللياقة البدنية وتحفيز اللاعبين ومتابعيها إلى جانب دعم المراكز المختصة من خلال تنظيم البطولات وتخصيص المحفزات التي تساهم في مشاركة أكبر عدد ممكن من الشباب دون إغفال الجانب التوعوي وتعزيز الثقافة الرياضية والاهتمام باللياقة البدنية وضف سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة أن ما يميز بطولة صراع الأبطال هو المشاركة الكبيرة من قبل مختلف فئات المجتمع في مسابقات خاصة بالأطفال والشباب والكبار الأمر الذي يؤكد أن البطولة تحمل أهدافا بعيدة ونبيلة في إرساء ثقافة الممارسة الرياضية بين جميع فئات المجتمع واعتبارها أسلوب حياة للجميع لما لها من أهمية بالغة على صحة الإنسان مؤكدا على أهمية مواصلة استضافة وتنظيم مثل هذه الفعاليات لتأكيد مكانة البحرين في استضافة البطولات ونشر الوعي الرياضي وعرب سموه عن تقديره للجهود الكبيرة التي بذلها معالي الشيخ عبدالله بن راشد الخليفة نائب رئيس الاتحاد الدولي لبناء الأجسام رئيس الاتحاد الأسيوي لبناء الأجسام واللياقة البدنية رئيس الاتحاد البحريني لرفع الأثقال رئيس اللجنة المنظمة العليا لبطولة اللياقة البدنية صراع الأبطال واللجان العامل بالبطولة من أجل استحضار كافة مقاومات النجاح للبطولة الأمر الذي ساهم في إظهارها بالصورة المتميزة وأثبتت قدرة الشباب البحريني على التنظيم الباهر لمختلف الفعاليات الرياضية وفي ختاب المنافسات قام سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة بتتويج الفائزين وشركات راعية لهذه البطولة ومن جانبه أعرب معالي الشيخ عبدالله بن راشد الخليفة عن شكره وتقديره إلى سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة على رعايته للبطولة وتشريفه بالحضور والمتابعة لها الأمر الذي كان له الأثر الإيجابي في نفوس اللجنة المنظمة للبطولة وجميع المشاركين فيها مؤكدا أن تواجد سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ومتابعته للبطولة تعطي الاتحاد البحريني لرفع الأثقال دافعا من أجل مواصلة تنظيم واستضافة مختلف الفعاليات الرياضية احنا اليوم نظرتنا في البيت الرياضي لمملكة البحرين واهتمامنا بشباب مملكة البحرين نحن اليوم نخلق فرص نخلق مسابقات ومنافسات جديدة وهذه اليوم الأولى من نوعها هي صحيح أنها كروسفت ولكنها كبطولة وكأجواء في مجمع السيف التجاري فخلقت أجواء وصار فيه مشاركين من الخارج الحمد لله على كل حال تنظيم ممتاز ومشاركة البحرينية ممتازة ومشاركة الناس اللي من الخارج بعد كانت مبهرة فالحمد لله على كل حال ما راح تشوفنا إن شاء الله لابده تطور بسم الله الرحمن الرحيم طبعا تأتي هذه البطولة تنفيذا لتوجيهات سمو الشيخ ناصر بن حمل اللي كانت لسموه الفكرة الرئيسية والأساسية في تنظيم هذه البطولة طبعا هذه رياضة متنامية في مملكة البحرين وفي باقي الدول وحرص الاتحاد على تنظيم هذه البطولة وتقديمها بأفضل صورة ممكنة طبعا المشاركين كانوا 95 مشارك من مختلف الدول وحرصنا على أن يكون هناك طاقم تحكيمي من البحرين ومن خارج البحرين ولله الحمد كان فيه تعاون كبير من قبل إدارة مجمع السيف باستضافة هذا الحدث بهذا الحجم وبهذا الشكل في نسخته الأولى وبإذن الله راح يعمل الاتحاد على تنظيم مسابقات في اللياقة البدنية في المستقبل القريب أيضا وإن شاء الله أنها تكون بطولة سنوية وبحجم أكبر